الاسم في حد ذاته مفاجئ كان ما تداولوش وسائل اللي عليها مبارشا سامي دارت حتى نحنا هنا تداولناها وكانت في معا مفاوضات لكن الاسم هذا بالذات لقريبا تفاجئنا بالاعلان عليه والله نحقي إدارة التراجع على السرية الكبيرة لأنه تقريبا حتى حد ما ذكر الاسم هذا كانت أسماء اللي وقع طرحة على طاولة هيئة التراجع ولكن اللي فاجأنا هو أنه الروماني هذا يعتبر مفاجئ الإعلان عليه ولكن ما يفاجأنيش البروفيل واضح وأنه التراجع يخذه وقته زادا نحيي دارة التراجع التراجع زادا ثم منافات درسها حكينا على أمير عبدو أنه تقابل مع هيئة التراجع وثم إمكانية تعقد معه ولكن ارتباطاته مع المنتخب الموريتاني خليت الأمور ما تمشيش ولكن التراجع واضح أنه يخذه وقته عرفوا ما هو البروفيل اللي يساعده ديما نحكي نظريا راولي أنه حقيقة الميدان حقيقة أخرى أنا نحكي وتوى نظريا البروفيل اللي اختاروا التراجع حسب الاسداء وأنا عملت اتصالاتي مع مدربين يعرفوه مليح المدرب هذية نحقيق الكلمة اللي ما نحب بها شانا ما يمشيش بالمشروع مدرب يحب الفريق الجاهز حتى نحكيوه على مسيرة في عمار صغير كما قال أخويا ذاكر أنه خذير القاب لي أنه مدرب يحب الفريق الجاهز مدرب يحب الأسماء الكبيرة في الفريق يقولوه أنه المدرب هذية يزموا شوية وقت ولكن ديما الهدف الفرق اللي يدربهم كل كبير بالضبط في البلدية العربية ولا في بعضها شوية تائمة وش في الكبيرة مثلا؟ قلنا نحكيوه على الهلال وعالأهلي في الإمارات الوحدة والوصل خدمة كبيرة زادة مع نادي الوحدة الإماراتي هو نجاح الكبير كان في الإمارات أكثر من السعودية نجاح نسبي نوعا ما في السعودية المدرب هذية ما نفهمش برشة في الإمارة الفنية ولكن واضح وأنه التوجهه هجومي فكره هجومي زادة من المعلومات الأخرى يقولك إذا كان المدرب هذية قابل فريق أو واجه فريق أقوى منه فأنه يغير يلعب باللعب المباشر ديما الهدف مباشر هذا سؤالي كان معناه تو برشة يطلب باللعب الهجومي لكن اللعب الهجومي مش في كل مباراة هذية من خصال المدرب هذية وانه يغير إذا كان بشي قابل فريق أقوى منه على أرضية الميداني غير الرسم التكتيكة هذيك ليش أنا مانا منش برشة وانه الخطة المحبذة متاعه والله عافية والله رفقي بش نسق معاك بش نسق معاك أنا والله فلسفتي ما ما نحبيش كلمة كيمة على كردوز ومدرب ديفاع كان عنده الليليات أو الكردوز وعبناه إنه يجي اسمه يلعب الدفاع إيجوستمو السناء عنه ونجاح بالدفاع السناء توفرت له الليليات بش يكون يلعب هجوميا لكن ما نتصورش واحد مدرب من اللي يابت من اللي قرأته ومن الفكر بتاعه يقول بش نلعب الدفاع على حسب الموجود اللي عنده يتعام نعطيك مثل مورينو دفاعي ومش دفاعي غورديولا دفاعي ومش دفاعي غورديولا هجومي مورينو معروف دفاعي ما نفهم المدربين عندهم الطابع متاح ما نفهم غور دولا تشوف شعندو يمورينو مكثريال ما كانش عندو لكن ماعروف في تشلسي ما كانش عندو ماعروف مدرب دفاعي والريسك والريسك بتاع اللعب الهجومي هاني نشوفو فيه ساعتي تخسر فيه متويت ساعتي يا فتغطي البدر الخاص فتغطي الهجومي خاصة لا في السنين نخلة ماتويت يخليتك في ماتويت لا متخفويت متخفويت مشكل كردوزو كردوزو في البطول الوطاني الحقيقة وقت اللي جاء المقابلت لكل المناسبة كانت عند الاسبرانس معدل فات حتى 70% لكن المشكلة متاع كردوزو وانو في الـ 35 اذكرتها من الالأخرى في الـ 35enda الاخير دعونا نقوله. عنده انتون دجزيد. تون دجزيد اللي اللاعبين في البطولة وحتى اللي المدربين يخضوه بالعين الاعتبار ويصير في سعر لتمركز ويصير الليكليبر بنسبة للفريق الخاصم. دنك فك الوقت الضايع ذاك. دنك عند دي موفمان زيدين. كوسوى في الكونتر ولا في اللي تاك رابيد ولا ولا وقت اللي يبدأ هو مسيطر على المنافسي يبدأوا بلوكباء دونك فما موفمون جيد يحب شكون يدخل في الانتريور وحب permutation وحب روتاشون دونك روتاشون يطالبوا دي تان دي جو كيف كيف permutation تطالب دي تان دي جو ونقص اللعب en vertical en profondeur دونك هذيك المشكل التكنيك بالنسبة لي بالنسبة لكاردوزو كنو مالعب سبارشا كورا en vertical ومالعب سبارشا en profondeur وقت اللي لعب نحاضي تراجي lip دونك لعبو نحاضي قد علمت أسنع صعبت أسنع وانه يأخذ دفاع الخصم وواجأه ديما الخصم وكذا يقوت الأسنع حتى درنير مو عندما لاعبت ضد الأطيار رينا كيفش مكوناه باستماع رودرغيز يخلق ديما المختار وكذا تقوت الأسنع مع كردوزه لحقيقة اطنب برشا في اللعب وكما حكي نتاوليه يعتبرون في الكوروية. لذلك برشة تكتبات. وكما ذكرت طن دي جو كان زائد برشة. هذك عليش في المخلقش الدفيرانس في. المدرب هذا على حسب تحليل متاعك وعندك علي المطاريات. قلت كما يمركي برشة ويقبل برشة. يجب يعمل حسابات وزيدها في المباراة للإفريقية في الأدوار المتقدمة بعد الإيبول. صحيح يجب يخدم برشة على الكليبر. بطولة أفريقيا. في تونس تنجم تقبل ثلاثة وتمركية أربعة. لكن عندك مباراة ذياب وياب في مباراة الأفريقية تنجم بأربعة ثلاثة تسيلة. حسب ريانا الجدرب جديد. في الملخص طول اللي حكيناها الكل. هل هو رجل المناسب اليوم بشي رجع الكلمة اللي سمعناها برشة في البرشة. في البرشة لديين تعالى التراجي. هذه التراجي ما شوف كلمة كان حاجة. الجمعيات الكبارة ذوما. ما هيش مشكلتها راه في المدرب ولا في الإدارة كنت لك أقبل راه. تعمل جمعية تعمل جوار جيب جوارات. وبعضي كاش يجي المدرب هو اللي يمشي في الاستراتيجية متاع الفريق. الاستراتيجية متاع الفريق هما يلعبوا ديما على الألقاب. يلعبوا ديما على الترويت. جايبين مدرب شوف كيوصل بالهلال. تعرف النجوم اللي في الهلال والله يوصل بهم للفنال. ويعرف يتعامل مع ديستار ويعرف يجري لي كيف يمتاعه. الفين ورابعتاش اقل ديستار. لا لا لا. بش الفين ورابعتاش مش موجود. شكوان؟ غميز مش موجود. الفين ورابعتاش. اي ما فيها ديستار. لا انا بش نعطي حق ديستار في نيفو معين ديستار. بش نعطي حق المدرب. معناتها ما هوش الهلال بتعتوه ببرشة استار. وقته اللي استار عاديين. لا مش متعتوه واضح واضح. ما تعطيه الصحة. لكن هو يعرف يتعامل مع جوارات كبار ويعرف كيف يخذهم. والناس كل تبدأ معانتها مو تيفي. وراه وشوف بالنسبة لي أنا المدرب. هو حتى عشرين بالميان. نعطيه أنا عشرين بالميان من نسبة النجاح. لأنه النجاح يصنعوه اللاعبين. لأنه النجاح ثمانين بالميان. كي أنت توفر له لاعبين. كي أنت توفر له لاعبين. كي أنت توفر له لاعبين. معناتها مستوى عالي. كي اللي يلعبوا. كي اللي يقعدوا على البنك. كي تبدأ الإدارة منظمة. وهذا اللي موفرته التراجر يا ذا التونسي. لذلك راك مش تنجم تمشي القدام. بالنسبة للمدرب. أنا حسب راييانا مدرب. راهو ينجم ينجح كيم ينجم يفشل. لذلك راهو النجاح راهو نسبي. أما أنت تخيب تقول لي تاويكاية. كي إحنا مش نشوفه الترجي تولي الدوميني. في تونس أوكي راي مش الدوميني. واضح باش نبدو بالكاليتي الجوار الموجودة. أول الموزن ما شفناش الدوميني برشة السنة. شوف راو الفايدة في النهائية. طيو انت تشوف لي طيو جرجيس لولا قفسة الأخرى باجة. لولا مع كل احترامات الجمعيات الكل. نعم لو احنا تاويكاية من هنا لديسمبر. طيو نشوفه الكلاب.